النقطة اللي انا عايز اقولها هي ان النهاردة انا شعرت ان شوط التاني الارثة بتاعتنا متأخر بهدف انا حاس ان هي مش بالقوة قوي يعني بدنيا انا عزر للعيبة بامانة يعني انا عزر للعيبة بدنيا انت بتيجي في وقت بمثلا ديئة سبعين خمسة وسبعين اخر ربع ساعة دي لما بتكون خاصة واحد سفر وبطولة زي دي اصلا انت مش دعب دوري فيه لسه مثلا تتكلم في ثلاث نقطة هيروحوا بس عندك لسه ثمانين تسعين نقطة موجودين لكن انا بتكلم على ان دي بطولة كاس وبطولة قرية حتة البدنية برضو كابتن برضو ما تبقى موجود واقف على رجلك تقدر تعمل اللي انت بتقول عليه دوري تقدر تطلع الكورة بالزبط انما وانت مش قادر لسه في بداية موسم اعتقد صعبة قوي ان انت تبص تلاقي اللي انت نستنيت ضغطة دية اللي هي في الارصة الاخرانية دي يعني انا بقول انت يعني مش عايز اتكلم برضو من ضمن النقاط النهاردة ولازم نكون حيادين فيها حيطة التحكيم يعني انا مش بحب اعاول عليها قوي لكن فعلا الكورة بتاعت كهرابا النهاردة الجون فيها كلام الرجل ما راحش شافها في الفار كان لازم يروح يشوفها او الفار يطلبه انا عارف مش هو اللي بيقرر الفار هو اللي بيصدق هو طبعا كان معانا كابتن ياسر عبدالرقوف من شوية في الانترو قال لي انا مش شرط عشان الكورة تبقى في استحواز الجون لازم يبقى مسيكها بأيدي اللي اتنين وكده هو مدام الكورة سابتة هو حاطت ايده عليها ديت بتعتبر درجة من درجات الاستحواز وبالتالي اما اشترك معه كهربا فهو المفروض يتدخل بان هو يحسب فاور يعني هو قيل ان قرار الحكم كان في الكورة دي صح ولكن يمكن هو اكد نفس الكلام اللي كنت بأكده في الانترو ان الكهربا ليه ضربة جزاء بنسبة 100% الكورة اللي كمل فيها رضا سليم وانفرض وضيح ضربة جزاء يا كابتين موسيف تتحسب النادي الاهل اللي تقدم الشيط الاول المطش يروح في سكة تانية ضربة الجزاء برضو اللي على مروان عطيها انا من وجهة نظري ان الراجل بيزوق الكورة يعني لزميله يعني انا شايف برضو من وجهة نظري ان هي دي ماستدعيش ماستدعيش انت الراجل مش بيلعب الكورة هو مش مستحوز على الكورة هو بيزوق اهل زميله ومروان عطيها بعد كده استضم به بعد ما الكورة خرجت من حوزته فهم قصدي وبالتالي برضو سهو كان زاكي برضا فيها كده يعني فيها اللعيبة اللعيبة الزكية في الموقف اللي ازاي كده اخر خطوة ديت لازم الواحد يطلع كل البدن اللي عنده وراح واقع طايل اللقطة الاخرانية ديت انت لو رحت للكورة وزاقتها لو انت اللي زاقت بصة انت لمست خلاص 90-95% اي لمسة ضربة جزاء ونفس الكورة دي كررت معرضة سليم الشوت الاولاني المدافع كانت ما بينه ما بين المدافع اللي المدافع اما تزحلق وبرضو ايه اما طلحها كده وزاقها ناحية القاوي لو هو حط رجله بس زاق كده كانت حتبقى نفس الكورة وكانت حتبقى ضربة جزاء طيب خليني يا كابتن يوسف ابدأ معك خالص من التشكيل تمام احنا الراجل كولر النهاردة فضل انه يبدأ بشناوي هاني معلول عبد المنعم لعب رومي النهاردة جنبه ديانج مروان امام حسين الشحات كهربا رضا سليم شفت البداية ديت والتشكيل بالنسبة لك وفكري كولر بالتشكيل ده اقولك حاجة انا بقى ليومين وكنت يعني في احد القنوات وقلت تشكيل برضو تسألت نفس السؤال ايه التشكيل اللي انت متصور انه كل ريه لعب به بصراحة انا حطيت تشكيل مختلف عن اللي عبين النهاردة في ثلاث لعيبة ثلاث لعيبة ثلاث لعيبة ممكن اقولهم لك انا انا مسمحتكش والله بس يعني هتلاقي مسلا اكيد في حتة رضا سليم وبرسي مظبوط ادي واحدة اه ممكن تكون انت حطيت اه افشة مظبوط على حساب امام عشور امام عشور والتالتة والتالت لا انا بص انا كويس انا كده حتة ياسر مكان رابا ياسر مكان رابا ياسر مكان رابا فالتشكيل انا كنت احطه شناوي والاربع مدفعين اللي هو مفنش بيهم ياسر ابراهيم ومحمد عم منعم ومحمد هاني وعلي معلول وفوست الملعب اليو ديانج ومروان عطية وافشة وبرستا وكهربا وحسين الشحاك اشتركوا في القناة